اشتركوا في القناة عارفينه ساكتين اه ده الله دي حكمته يعني هنعمل ايه وبعدين يعني انت اللي هتقدم ولا هتآخر انت بس هتجيب لنا المشاكل يعني تلاقيت في الاخر انا اللي غلطان ايو انت غلطان ولازم تهدى شوية حد يتكلم رئيسي ما بحث كده راس براس عشان كده بيخذوك اه راس براس يا ابني ماينفعش ربنا ما خلقناش زي بعض ده نصيب يا ابني لا يا ماما ربنا خلقنا زي بعض وده مش نصيب طب ورحمة ابوك وبجلوة امك انا بي انا مش نصيبني انا ماليش غيري انا واحدة نياب بالدنيا انا مش لقدر استحمل ده يا ماما يا ماما بس ماللومة عاديش طيب خلاص بقى والنبي انت عارف ان انا ماليش حد غيرك في الدنيا ده وبعدين بقى قوليلي انت لسه بترمس بلا قدام بيت ام ماجدي اه اه بتعترف كده ما ايه بترمي زبلا قدام بيت خلاص يا ماما طيب انا هروح الم الزبلا وهرميها قدام بيت ام ماجدي لا او انت عايزان اروح علم كل حاجة قدام بيت ام ماجدي اه لا اوش احبال كده ديولي يا بصقات اه بقولك ايه يا اخويا قولي يا نور عين اخوكي يا روح قلب اخوكي اه اصلا اصرف كان عايزن هننزل بعد بكرة نق النجف والسجاد يعني بيقولي في معرض وعن انت خفضات ومالو يا حبيبتي انزلي نق اللي انت عايزها يا نورا ولا اهمك يا نورا وكمان كن عايزين نروح عند النجار يعني علشان ننقم الكتالوج وندل عربون وكده بس كده ولا اهمك يا نورا انزلي يا حبيبتي اختري كل اللي انت عايزها وانا يبقولك من تحت الارض لو عايزها ربانا يخليك لي يا اخويا يا رب سلامة جات يا نورا انت هتبقى احلى عروسة في الدنيا دي كلها سيشك لو دي هتحبق ساولي الفرح بتقولي حاجة يا ابراهيم لا يا ماما بقول ده انا مستنى الفرح بفرغ الصبر بس كده نار نورا انا اماما تقاضي يا مقطف انت مش عارف ان العمرانية دي تليها رجالتها اللي مسيطرين عليها وانا اعمل ايه بس عم حودة يا الله وانا قلت اروح اهشوف اكلي قيشة بعيدة عن المعلم شحاته ورجالته وديك شفت اللي اسخم من المعلم شحاته ورجالته بتصرف ازاي دلوقتي بتصرف يا عم حودة اما انا جايلك ليه لا حبيبي انت لما سيبت المنطقة وروحت منطقة تانية ما خدت الشرطي تصرفت من دماغ جايلي دلوقتي يا صاحبك ما تقطبنيش بقى عم حودة يا الله غلطة مش تكرر تاني بس انت عارف ان البضاعة دي فيها شعة عمر كله لانا حتى نبايع الاولية سميتها قل سياد انت عارف ان المشكلة بتاعتك لو كانت مع حد من التجار اللي هناك كنا لقنا لها حل قل لي ازاي بازاي كنا شوفنا حد كبير من المنطقة يقدر يأثر عليهم ليه كلمة يعني لما المشكلة ان هما بلغوا عنك والحكومة جات خدت العربية والبضاعة لا اش حل دي يعني انت هتغلب عم حودة وما نسمينك حودة السيطرة ليه ايو يا سيدي حودة السيطرة عم الجدعانة في كل حاجة ما عدا حاجة واحدة الحكومة بس برضو ما تقلقش يا عطلية حل بقولك ايه وانت ما تعرفش اي حد في الاسم كده يعني انعرقه يحللك المشكلة والخوار ده يا ريت انروح تناكل اسمه قد قصد لقيت الوقت بتاعتبه فيه قال ان الزبط اللي ماسك الموضوع ده ريخ ماوي مالوش في السكة دي ريخ ماوي اسمه ايه بقيت بتاعتبه فيه لا 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 بقولك ايه يا مسعد انا اللي هبلغ عنك الزبط اسمه ايه اه الزبط اه الوقت كان دالي اسمه فوراة ايه اسمه سليم الانصاري ياه سليم الانصاري ايه تعرفوا لا 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 سيدنا ونبينا محمد رسول الله انت امك دا عيالك يا اه من بكرا الصبح انااخد بعضنا ودط على الاسم وبازنك يا رب الموضوع ده كله مقتد وده يبع المحودة؟ حودة سيطرة عم الجدعانة لما يقول حاجه ضبه ومفتاح كلص لا مش لقصد عمنا بلى الفكرة بس ان المعلومات اللي عرفتها عن الزبط ده ما اتطمينش عرفت انه ريزل كده وقامت في نفسه وعمقي لا 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 ما تصدقش الكلام دوت السليم الأنصاري ده رجولة وحبيبي ومعرفة قديمة وبإذنك يا رب لما نروح لبكرة هيعمل لي خاطر واه هتبقى معضية حبيبك حبيبك إزاي عمنا؟ انت منهمت يعني بيتصاح بزباط منيوي خمس سنين كده كنت بطلت الشمال ومشيت في سكة الحلال بس الحكومة كلها رأي تاني كبست علي في البيت الفجر قعدت أقول لهم مجدعان أنا مظلوم أنا بريق ما حد تصدقني خالص كان ساعتها سليم الأنصاري ده الزابط صغير هو الوحيد اللي صدقني وفضل يتطقس على الحقيقة لحد ما خدت براها عارف هاد لو ما كانش سليم الأنصاري ده ظهر وساعدني كان زماني فين دلوقتي؟ فيه؟ في السجن ومن ساعتها كده يعني من وقت للتاني بدقله عالتليفون أتطمن عليه بس ما كنتش عارف يعني أنه هو اتنقل للعمراني لا ده لسه بنقوله رأي مش أنا قلتلك في أول كلامنا أن أنت أمك دعيالك بإذنك يا رب هنطلع على الصبح وهتلاقيها مقضية وهنرجع مقبولين الخاطر وانت مالك إنت أنا بعتك ولا أبعت غيرك انت من إيام تدخل في الملكش فيه تتحبلت ولا نسيت نفسك ولا إيه لا عفو يا باشا بس من ساعة الحاد سيئة وأنت لكانت أنا عرف أنا وشعبان وتبعت الطقم التاني فخوفت بس الكون زعلام مننا ولا حاجة أنا ماليش في شغل نسواندا وانت عارف كويس هو بقية روح أمك ما اسميش زعلام منك اسميها غضبان عليك لما أغضب عليك يا سامير هتعرف وفي وقتها وأنا مقدرش أغضب ساعتك همول إيه بس الحكاية ولو إن الموضوع ما يخصكش بس أنا أحكي لك سلمان عرام كلمني وقال لي إن الزبط اللي خرشمك من أخور ورانا مش إنت نقلته صحيح بس مبلغ كل زمايلون اللي لو ظاهرتوا إنتوا أو العربية اللي بلغوه طب وسلمان أعرف من إين سلمان عرام سيطر في مكانه مش خايب زيك شوفت ساعتك كان عندي حق في حوار الزابط ده إن إحنا مش لازم نسيبه لازم نجيب رأسه الأرض تسخنيش يا سامير وكفاية إن أنا سايبك تسرح ورا العيل بتاعك ده وقلت النفسي ما يدرش خليهم يلعبوا لا يا راي سانحطت عيني عليه بس لكن ما كنتش أعمل حاجة غير لما أرجع لساعاتها كذاب يا سامير وشغل العيل ده توقفوا حالا دلوقتي قبل ما الراجل ياخد باله يعني هنسيبه كده بعد اللي عملوا معانا ده قلتلك ما تسخنيش بلاش لو وبعدين أنا مش مستنيك يعني عشان حط الراجل في جنازه بجد يا بشر والله أنا كنت ناوي أكتف ابناء لو وأقف الله المؤمنين يشارك قتال استلمى هو مصمم لجر شاكالنا شو بقول لجميع أنا نفسه يا مش غريبة طريب إن كل الحمالات النزلة تجيب تايسون رجعت فاضي يكون فيها زناتي وطبيعي يكون موجود وهو زناتي ده مش شغال أمين شرطة عندنا أنا مش فهمت عايز إيه وبعدين إحنا عندنا كام أمين شرطة في الإسم أصلا ده كلهم اتعدوا على صعوب على إيدي الواحد قال لعد غنمك يا جوحة فيش مرة تعبان؟ عيان؟ أجازة؟ بقول لك يا سليم طلع بقى زناتي من دماغك الراجل ده مدهيك في إيه الراجل ده شغال معي بقى له سنين ما شفتش منه حاجة واحشة شكله كده جاء عياط لك مش كده؟ آآ جاء عياط لي خفى الراجل شوية مينفعش تعمله معاملة الناشفة دي خصونا قدام زمايله الراجل برضو ليه وضع وضعه انت مش من آخر عايز تروح تجيب تايسون؟ أنا معاك يا سيدي شوف إيه طلباتك وأنا هو وافق لك عليها بس ده مش معناه أنك تعملي فورتونا في الإسم أنا مش عايز مشاكل يا أخي خلصت أم السندوينشات كلها دي كانت وانا جاءان يا معالك عم تايسون صباحك كل عام لنا صباحك زي يا فاقي اه ليه كده بس يا كبير؟ ده لو العفاك ده واحش يا لها عفاك ده ولا عفا بيت إسمائيل اللي تفردنا عليها مبارح سوفيه نار باخد بالك بقى من الود يا زنية هتليه ركنك هنا ولا هنا بالليل بس لو كلمك بقيت علامي بقيت لاش علامي لف وايشك عبيبي صباح الفل عمنا صباح الفل يا برعي أكتنا طعم الشاي برد عن ملف كمان اخد اخد إيما أنت تفاحت الأكل كله وتتغرف عليك وعلامك فورتكت الفراتيج يا بيت شهية وطعبة العمرانية فضل يا حبيبتي الده بتشفى يا حبيبتي بتسنا بيدك يا بنتي والله يا ماما بقت حاجة تقرف واحنا بقتش عارفة تمشي خطوتين على بعض ما علش يا بنتي بكر تتعدى وتبقى في عزمة راجل ويعرف يدفع عندك رابل مين يا ماما اللي يارف يوفق قدام الصايع ده وفي حد في الحتة كلها بيعرف يفتح بقه معا والله مش عارفة هلقيها منه ولا من تمر ابن الحق لطفي حاجة تأثر العمر ما انا قلتلك يا بنتي ده عينوا منك وبعدين دي الجوازة اللي حتريحك من الشقة اللي شفتي من يوم ما تولدت جوازتنا دايما اللي زي تامر دوت ما يجوزنيش يا حبيبتي ده ياخد مني اللي هو عاوزه ويرميني ويوم ما يفكر يتجاوز يتجاوز واحدة زيه عارفة يا ماما؟ والله يا ماما انا قردت اكره جسني وشاكلي من القرف اللي انا بشوفه ده استغفر الله يا بنتي عين ما تقولش كده حد يكره نعمة ربنا قد انت باسم الله ما شاء الله بدر منور ملهمة والله يا حبيبتي ما عاليفش يا بنتي اسمولي بعدين قوليلي ايه اللي جابك بدر النهاردة من الشغر عشان فرح منا بالليل يا حبيبتي عمالك يا بنت ربنا يخليك يا لام بوسي يا حبيبتي انا جبتليك الدواء لنقص كله وجبتليك حبة فكا وحطتها لك في التلاج وهقوم دلوقتي اجيازلك الغداء وبعد كده هلبس وانزر لا لا ملكيش دعوبي انا ممكن اكل اي حاجة خش انت انا ميديك الساعتين دول ريحي نفسك يا بنت انت ما بترتحيش خالت حبيبتي انا راحتي وراحتك حبيبتي انا راحتي وراحتك حبيبتي قلبي يا بنتي عارفين ده انا على قد ما خبزني في المخفي ابوكي وعلى قد العذاب اللي شفته معا قد ما اتطلقت منه وغرفتها بس باحمد ربينا وباشكره باشكره علشان رزقني بيك منه عارفة لو الدنيا كل لها اتحاطت في كفة مش هتيوز الغلبتك عندي يا بنتي ربينا يفرحني ربينا يفرحني زي ما فرحتي قلبي ومليتي على يدوني احنا نستنى شوية طالما الراجل حطه في دماغه هنشوف هيعمل معا ايه وعدك انا نخش نعمل نمرتنا ونكمل عليه تباروا اتهينا اتهينا فى مستشفى ايه ايه genuinely مواجهني ايه 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 اناдерж ABRAHAM وهذاك انا رحيان هل يتكرون؟ دي عهدة كل اللي بيننا شوهد دين وإن شاء الله ربنا يسهل وهسدده ونعمة بالله بس أقدم انت النية وهو يديك الإمكانية بس انت معندكش النية يا برايين لا إله إلا الله ما عنديش يا عم مهندش 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 خير العيان اللي في العناية ده انت اللي عايز تخش العناية يا عم حسان خير مالو العيان اللي في العناية ها 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 يجمل كتر التعب وكان هتاني بنعترولي ها الدكتور فرق مشهول جوه هو بيقولك ادي لحونة مورفين عشرة ها في الوريد بس براحة طيب يا عم حسان حاضر ها هروح اجيبك بكيسة الدم تعالى بسرعة على مهلك عم حسان ومتع السلم يلا 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 دي مستشفى يا ساتر يا رب على البلاوة اللهم الله اعتراض على ابتلاقاتك يا رب ابتلاق وترامع ليش ها ادخل سبعة الفلة مع الباشا تعال يا زناتي بلغوني ساعتك عايزنا يا باشا وانا قدر استرنا عنك ربنا يبارك في عمر ساعتك بقولك يا زناتي امورنا باشا كان عندي مشهور عايز اعمله كده بس من غير دوش تحت عمرك يا باشا تحني الزيارة صغيرة كده الحاج لطف في بيته بس مش عايز روح بالبوكس عصي مش عايز اقلق يعني في المنطقة كنت عايز اجيبلي عربية مكروة صعدية معاها سوان اه ينفع انا يا باشا هتابروا حصي طب حلو قوي معليش بقى عطلق تيجي معايا اصلا مروحتش مطاد كتير فمش دايز فيها وانت قادرة برضو يعني ينفع تيجي معايا تحت امرك يا باشا يا حبيبي ماشا يا زناتي مانا احفظك ايجهز بقى انا جاو وراغ انا يا باشا تقبرني بحاجة تانا باشا شكرا بعدين ساعدتك يا باشا متأكد يا عدم وسعد ان هو موجود جوا اعيب عليك يا محمود انا نقمن علاب لمجيلك بعدين بقى عارف يا قد انت المصحين يا مبادر على ملوش يا قد لو مش متجوه جوا انا مش هاجي معاك تاني ما تصدقني هتلاقيين اهو سليم باشا صباح الرضا والسعاد على عيونها كباشا اه انا حمودة سليطرة سعدتك مش فكرني حدو سليطرة مين محمود عمان همانشهت ماصر سعدتك مين اعايز ايه قولي اخرج حدتك من خمس سليين سعدتك وقفت معايا وجنبي وسعدتين فكر المشكلة اه اه ازيك يا محمود حبيبي عاملين حبيبي عاملين حبيبي حبيبي ربنا بارك لك يا باشا انساءالك عندنا مشكلة بس يا المواغزة باشا موسعد يعني كان عنده بضاعة بضاعة ايه مخدرات لا عاوزوا بالله مخدرات ايه انا ربنا تاب علينا وبقينا ماشيين في السليم سعدتك انا سعدتك انا الحمد لله ربنا تاب علي والفضل يرجع لسعدتك الحمد لله ربنا رزقني فتح يعني ورشة ازاز وذكرت بتاعها اهو سعدتك اي حد من طرفك اهو سعدتك انا خدام ايه المشكلة عاملين ايه المواغزة يعني اه فرش انت فرش ايه عد على الارض اه اه وليعب اطفال ولعب اطفال سعدتك الحكومة كبس اتخدت منك الجدار عد اه عايزين سعدتك بقى فترصت لنا عد علي بكرة اخلاص لك الليلة دي ماشي اه بكر ان شاء الله حبيبي حبيبي عباشة ربنا بارك لك اه شفت اه شفت اه بقى اللي بكر وحط ايده هنا اه عش عش حبيبي حبيبي وابن حبيبي كمان بقولك اه تعيشت اي خدمة انا اه تحتامك اه بطلع لك نخصة اه بطرف سوق بكر ان شاء الله يلا بينا يا رسود ابن ايل يا رسود ابن ايل يا رسود يا رسود بازبي اللي Wilddin يا رسود الله يا رسود ابن ايل يا عام حسان يا عام حسان يا عام حسان حلو اي اغنية دي يبيلي بيغنى دا از Laughing اللي يوم اعرف سعدتك كلم باش بها بعض بشكلو كده دل وات بتاع العول العول ما احن قربنا المعرض ولا لسه يا باشو قربنا خلاص تحكي الوات تايسو بقى يا ساكن قريب من هنا ها اه ساعدك بس انت عارف عائلة باش زا ده ما بيعودش يعني وسمعت من يومين كده انه عند دخلته في الميني خد عديك وصلت بي لابو اشرف وما اتضخرش عشان تيجي داخد بيك الحاجة اللي معايا السلامة هو اللي جا ده شارع ستة مش كده مصبوب ساعدك مصبوب موف يا مدخرش عدى ليك عشان عندنا عيال كتير ماذا باش لازا موافون يا باش استنى يا باشا دي حتة لا باش باش انت تايسوا ليالك؟ لا يوالي تايس اتعالك راحوه دو عيالك دي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة